أشهد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المينيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى لمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المينيا والتي تستدف تطوير 192 قرية و 757 عزبة وتابعا ونجعا ويخدم المجمع الخدمي 6 كرة و 15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى ويضم منافذة لجميع المصالح الحكومية ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري وتموين والوحدة المحلية مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدى والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التموين وحاليا احنا شغالين المجمع شغال زي ما انتم شايفين والمواطنين بتأدي خدمات الوحدة المحلية والتومين والشؤون الاجتماعية ما بنادي في جميع الخدمات لكله مواطن، يعني اي الشؤون والتومين والشرع عقاري كله بقى في مجمع واقع، بدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في الماجلس يعني اي حاجة عايزة نعب لها هنا، اي مواطن ايجي يجد مصلحة وين على طول مش هل استغرق وقت ولا يتعم مواصلات ولا الهركب مواصلات ولا الكلام دي يعني ووفر لنا جهد وفلوس باردو مال يعني